بشكل مباشر اللي أعرفه أنه أنت لما جاك عرض نادي الوحدة لما هبط رسميا نادي الوحدة إلى دور الدرجة الأولى وجاك العرض كل اللي حولك بمعناته سوري بأخذها بأسلوب بسيط وعامي قالوا لك أنت مجنون تقبل هذه المهمة من المستحيل بل منسابع المستحيلات أنه هذا الفريق المنهار إداريا وفنيا وعلى مستوى لاعبين لا تستطيع بأي حال من الحوال أن تعيده وإنت أصبح التارجة حقك الهدف حقك دائما في تجاربك في دور الدرجة الأولى أنك تقول يلا في أمال لا هذه تذكرة درجة تذكرة في آي بي للصعود إلى دوري محمد بن سمان صحيح أخوة ماجدة اللي قلت وكله صحيح في الاستشارة متاعي قبل أن تعاقد مع نادي الوحدة في الآراء هما في الآخر هما محبين ليلي بكل صراحة إذا نصحوني نصحوني معناتها بكل حب ومعناتها خوفا يمكن على عثرة خاطر تعرف ممكن عثرة تنسي الناس معناتها في اللي عملتوا الكل موجود هذا في نادي الوحدة معناتها سنة هذه حتى أحبابي رأو صحفيين وعالميين وكل معناتها نصحوني بالشيء هذا لكن أنا كان عندي أمل لحقيقة ما كذب عن ناس كان عندي أمل كونه الأمور هذه ممكن تتحل تعرف أنت الكفاءة المالية مش كتتحصل عليها لما يتعقد معك مثلا النادي نحن مثلا نتعقدنا في شهر جولاي شهر سبعة والكفاءة المالية صدرت في شهر تسعة معناتها الوقت هذاك الكل أنا لما تعقدت مع الوحدة كان على أمل وعود الإدارة اللي ممكن رأنا بسنخلص أمورنا في الكفاءة المالية وبالفعل حتى كي طلعت معسكر مثلا لسلوفينيا معتك كانوا معي المحترفين موجودين السعوديين اللي معتك تعقدنا معهم اللي أنا أشرت عليهم باشي تعقدوا معهم معتك كانوا موجودين وقمنا بالمعسكر هذا لكن أنا في داخلي حاسس اللي هما ما هم لعبين في داخلي معتك وانا ندرب معتك في المعسكر ذكع ليش معناتها استعملت تقريبا البلان بي معتك كانت عندي خطة ما عولتش أكثر ما يمكن على العناصر هذيك معتك حتى في تعرف أنت مدرب في المباريات الأخيرة في المعسكر يعول على الفريق باش خليت الناس معناتها توصل الجاهي زي جميل حتى كيتخنى المباريات الأولى باقي على أمل كونه مش نسجله يعني تعرف أنت المسؤول يخليك للأمل لآخر وقت وانت داخل للمباريات يقول لك اللاعب هذا شيله معاك رو ممكن مش يتسجل وهو في الواقع ما فميش التسجيل معناتها جميل لكن الحمد لله أنا كنت جاهز معناتها لشي هذيك وعرفت كيف نبدأ الدوري رغم معناتها عدم تسجيل هذا جميل